طيب على ذكر بقى الترتيبات الجديدة التحدي الأفريقي بكرة الجمعة إن شاء الله هيعمل قرعة دور الأبطال وياريت كل واحد وهو بيستمتع بالمشاركة الأفريقية في دور الأبطال يبقى عارف أنه هذه القرعة على هذا النظام على ذكر أو على أساس نفس التصنيف ده تعمل بنفس المعايير اللي اتعملت من 1994 لما تقال تصنيف الأندية الأفريقية وفض المتراكم حتى اللحظة يعني اللي غضبان من شجرة ناد القرن يعرف أنه كل الثمار دي طالع من شجرة ناد القرن اللي البعض محفظ عليها إنما هو يتمتع بيها ويستفيد منها إنما تتمتع بالثمرة وترفض الشجرة دي حاجة غريبة جدا فياريت والناس بتشارك في طولة أفريقيا تدعي للتصنيف اللي اتعمل في معايير ناد القرن ليه؟ لأنه وفقا لهذه المعايير بقى فيه أول 12 دولة أول 12 دولة من خلال النقاط اللي أنديتهم جمعتهم يعني قالك الأندية المصرية اللي قال عنده كم نقطة الزمالي كان عنده كم نقطة الإسماعيل الماولين بيرامدز المحلة الاتحاد والمصر كل من سبق له المشاركة في البطولات الأفريقية وكل واحد خد نقط إجمالي هذا النقاط قدت الكرة المصرية أو الأندية المصرية رقم مجمع اتصنفت أندية القرن بناء على هذه النقاط اللي اتحطت وفقا لمعايير ناد القرن اللي اتعملت من 94 فبقى لك أول 12 دولة يلعبوا بفرقتين في دور الأبطال مين الـ 12 دولة بقى اللي بكرة الأورى هتتعمل الـ 12 دولة باشموندس فيهم مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان وجنوب أفريقيا وزنبيا وأنجولا ونيجيريا وغينيا والكونغ والديمقراطية وتنزانيا يعني حتى تنزانيا كانت في مجموعة الفريق الواحد سنبا جاب لهم نقاط زيادة فدخلوا ضمن الفئة الأولى بتاعت الـ 12 دولة اللي الأهلي بفضل الله وصفه ناد القرن عمل أعلى نقاط للكرة المصرية فمخل الأندية المصرية عندها هذه الحظ هتلعب بفرقتين في دور الأبطال وفرقتين في الكونفدرالية اللي الأورى هتتعمل من خلال 54 فريق هيشاركوا في البطولة البطولة قوية جدا فيها 12 فريق سبق لهم الفوز بالبطولة الـ 12 فريق البطل السابق الأهل الزمالك الوداد الرجاء وفاق سطيف مازنبي أسك هارتسوف أوك الترجي النجم الساحلي سانداونز إن ينبا دول الـ 12 فريق أو الـ 12 البطل فيه 30 دولة بقى يعني فيه 12 دولة هتاخد منهم الأول والتاني لكن فيه 30 دولة بس سباش واندس هيبقى منهم فريق واحد كانت ليبيا في المصاف الأندية الـ 12 نزلت لدول الـ 30 ودخل بدلها تنزانيا فدي تخيل أنا كود دفوار بكل عرقتها عشان بعدت عن الساحة من فترة بقت عندها فرقة واحدة بنين وبركينفاس وبروندي ولكاميرون وكود دفوار وافريقيا الوسطى والكنغ وجيبوتي واثيوبيا وسواتيني وغنيا الاستوارية وغانا والجابون وجنبيا وليبيا وكينيا وليبيريا ومالي وملاوي ومزنبيق ومدغشقر ومورتانيا وارواندا والسنغال والصومال وتوجو وأغاندا وزنزبار وزنبابوي والنيجر وغانا وما أنا بقول لك بس غانا غانا وسنغال ومالي وكود دفوار تخيل أربع والكاميرون أربع دول عريقة لكن أنديتها في السنوات السابقة ما جمعتش نقاط في بطولات الأندية فتراجعت فبقى لها فرعة واحدة فأرجوكوا والناس بتستمتع بالمشاركة السوريائية للأنديا المصرية في دور الأبطال وفي الكونفدرالية يدعو المعايير نادي القار هي دي السمرة اللي خرجت من هذه الشجرة أيضا هيتم إعفاء الأهلي بوصفه حامل اللقب وبعض الأندية اللي ليها تصنيفات متقدمة في آخر خمس سنين من المشاركة في الدور التمهيد الأول لن يشارك في الدور التمهيد الأول لا الأهلي ولا الزمالك ولا الوداد ولا صندونز ولا الترجي ولا مازنبي في الدور التمهيدي الأول لكن بعد كده الأندية اللي هتشارك كلها هتشارك في الدور التمهيدي الكاف بقى الموعيد إمتى باش منزم الزهب بتاع الدور التمهيدي اللي الأهل والزمالك مش مشاركين فيه ده هيبدأ من 10 إلى 12 تسعة يعني خلاص الشهر الجاي دور التمهيدي التاني هيقام في أكتوبر من 15 ل 24 أكتوبر ندخل بقى في دور المجموعات دور المجموعات علينا وعليكم بخير بدايته هتبقى شهر اتنين علشان البطولة تخلص في الأسبوع الأخير من 5 فأنت أجندة الكاف انضبطت إنك أنت دور الأبطال هتخلص منه من 22 إلى 29 مايو يبقى خلصت البطولة الأفريقية وزي السنة دي بحيث تاخد بقى 6 شهور ولا 5 شهور تستعد البطولة العالم كبطل بإذن الله تعالى تمام شرح في وقته وتوضيح مهم جدا